تحتفل السيارة الامريكية شيفرولي ماليبو بالذكرى السنوية الخمسين على اطلاقها وذلك من خلال طرازها لعام الفين واربعة عشر كانت البداية عام الف وتسعمائة واربعة وستين عندما قدمت شيفرولي نسخة راقية من طراز شيفل وأطلقت عليها اسم ماليبو كانت هذه النسخة تتمتع بتصميم هيكلي من نوع الهيكل والقاعدة المنفصلين مع نظام تعليق امامي نابضي وكانت مزودة لمحرك مستقيم سداسي الاستوانات سعة ثلاثة فاصل اثنين لتر بقوة مائة وعشرين حصان يتصل بنقل تروس يدوي ثلاثي السرعات وواصلت ماليبو تطورها عبر السنين وكبر حجمها ثم خفض لاحقا في السبعينيات وفي عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين اوقف صنعها وبقي متوقفا حتى عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين الذي عاد فيه اسم ماليبو مرة اخرى اما ماليبو طراز الفين واربعة عشر والتي تعمل بنظام الدفع الامامي فتمتلك محركا بسعة لترين متزود بشاحن تربيني يولد قوة مائتين وتسعة وخمسين حصان ويتصل بنقل تروس اوتوماتيكي بست سرعات نصف قرن سعيد نتمناه لشيفرولي ماليبو لمزيد من الاخبار تابعوا موقعنا الالكتروني www.speed.com اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة